أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة هذه الليلة من برنامج الخبر بقية هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد بيشاراسة منصات التواصل الاجتماعي قائلا إنها لم تعد كذلك وتحولت إلى أدوات لهتك الأعراض والتحريض على القتل وأداة لقذف مسؤولي الدولة على حد وصفه واتهم ما أسمها دوائر معروفة في الداخل والخارج بضرب الأمن القومي وأشر سعيد إلى موقف الاتحاد الأوروبي الحازم والمعلن مؤخرا من أي منشور إلكتروني يدعو إلى الكراهية أو العصيان أو العنف بحجب شبكة التواصل الاجتماعي مع تحميل الجهة المعنية المساءلة القانونية انزعاج الرئيس التونسي من شبكات التواصل الاجتماعي تفجر بحسب نشطاء ومتابعين عقب نشر صور اعتبرها مفبركة لواقع المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعد طردهم من مدينة صفاقس ما أثار حملة إعلامية جرت معها منظمات حقوقية واتهامات للسلطات بمخالفة المعايير الدولية والإنسانية أثار موقف سعيد الجديد المخاوف من التوجه نحو معركة أخرى في سياق التضييق على الحريات وهي مخاوف تتعزز في نفوس معرضيه الذين يقولون إنه خنق للفضاء العام الرسمي من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإعلام يبدو أن الرجل بحسب نشطاء يتجب بالفعل إلى حجب الفضاء الإلكتروني وهو المعروف بتحسسه تجاه وسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات البديلة وقد تجل ذلك سابقا حين أقدم سعيد على حل البرلمان عقب عقد أعضائه جلسة افتراضية بعد تعذر اجتماعهم في قاعة المجلس في حلقتنا الليلة نناقش واقع الحريات في تونس مجددا بعد تلميح الرئيس سعيد إلى إمكانية حجب منصات التواصل الاجتماعي ونتناول دورة نشر الصور التي اعتبرها سعيد مفبركة لواقع المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بعد طردهم من صفاقص في تحريك الأدوات القانونية مستقبلا ضد هذه الوسائل كما نسأل عن حقيقة مخاوف المعارضة من سعي سعيد لحجب الفضاء الإلكتروني بعد سيطرته على الفضاء العام نحاول الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها مع ضيوفنا من عاصمة التونسية زيناء الماجري من مؤسسة منصة فالسو للتحقق من الأخبار معنى محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين ومعنى أيضا محمد بوشنيبة القيادي في حركة الشعب سيد بوشنيبة ما أسباب هذا الغضب الكبير من قبل الرئيس السعية تجاه منصات التواصل الاجتماعي؟ مساء الخير أهلا بك وبضيوفك الكرام وتحية لأسادة المجاهدين دعني في البداية أشير إلى مسألة هامة أننا في حركة الشعب نعتبر أن التعبير حر وهو مكفول بالدستور لكل مواطن ومواطنة ونريد أن نذكر أن الثورة التونسية قد كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور فعال فيها حيث كانت وسيلة لنقل المعلومة ووسيلة لكشف الحقائق التي كان نظام بن علي يحاول طمسها وإخفاءها إذن من حيث المرضى نحن لا خلاف حول مسألة حرية التعبير وهذا موقفنا في حركة الشعب كان في الماضي وسيظل دائما في أي ظرف من الظروف كان بيد أن نعم سأتي إلى أداة الاستدراكي استعملت لكن وأستعمل بيد أن الحديث عن مواقع إذن تحاول التشويه هذه حقيقة لا مرأة فيها وأعطيك مثالا بسيطا واقعيا نحن في حركة الشعب تعرضنا إلى ذلك عدد المرات من مواقع تحاول تزييف الحقائق وقولت قيادات بما فيها أمين عام الحركة كلاما تثبتت فيه بعض المواقع المختصة في التثبت في الفيك نيوز وثبت لها أنها كاذبة وغير صحيحة وصور المهاجرين الأسارقة هي أيضا كاذبة كانت سأتيك لذا أحدث نحيط المبدأ عندما نأتي إلى الوقاع سأتيك واقع بواقع بالنسبة إلى ملف المهاجرين أخي الكريم يجب أن نشير قبل ذلك إلى أن هناك نفاقا دوليا حقيقيا يمارس على تونس ويحاول التضييق على تونس بسبب هذا الملف نحن نقول أن كل إنسان على الأرض ليحق له أن يعيش بسلام وأن يعيش وأن يتنقل بسلام ولكن الدول التي ترفع صوتها وترفع عقيرتها بالنفير بحقوق الإنسان وذلك مات أناس كثر على سواحلها وأغرقت سفن كثيرة ورفضت بعض الدول لا فائدة في ذكر أسماها الجميع على تخومها ماتت جوعا وغرقا ولم تحرك منظمات الدولية ساكنا ولم تشر إلى ذلك لكن باعتبار أن الموضوع يتعلق بتونس فإنها تصبح مسألة إنسانية وكارئية سيد بوشنيبا لا حصر سيد بوشنيبا عفوا ليس موضوعنا المهاجرين الأفارقة لكن المنظمات الحقوقية الدولية التي انتقدت تونس أصدرت تقارير لا حصر لها عن سوء معاملة الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين لهؤلاء ووصفت ما يجري بأنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان خلينا أنتقل طالما أشرت إلى المنصات التي تتحقق من الأخبار سيدة زينة الماجري زعم الرئيس قيس سعيد أن صور المهاجرين كانت مفبركة هل تأكدتم منه أنتم؟ هو أولا الصديق كان يتحدث على منصة فرس لأنه نحن لكنا تحققنا من الصور ومن التصريحات التي نسبت إلى أمين العام حركة الشعب في وقت ما ثانيا أغلب على الأقل المحتوى التي كان وصلنا في فترة من الفترات خاصة بعد أزمة مهاجري جنوب الصحراء في سفيقس هي محتوى صحيح بالأساس لكن خلينا نرجع لبداية الأزمة التي هي في فبراير 21 فبراير 2023 حين تبنى رئيس الجمهورية نظرية الاستبدال الكبير والاستيطان وتغيير التركيبة الجمغرافية بناء على تقرير قام به حزب تقريبا ناكرة متكون من ثلاث أشخاص فقط لا خلفية علمية لهم لا خلفية حزبية أو سياسية لهم حتى حين قمنا بتقريرنا نحن في منصة فالسو وحاورنا أحد مؤسسي هذا الحزب وسألناهم حول مصادر معلوماتهم في التقرير الذي تم إرساله من قبلهم لرئيس الجمهورية في شهر ديسمبر 2022 فكانت إجابتهم الأنترنت وفيسبوك رئيس الجمهورية تبنى هذا الخطاب وتبنى هذا التقرير وأصدر بيان 21 فبراير 2023 فهو نفسه رئيس الجمهورية تبنى خطاب بروباجندا وخطاب زائف ومضلل تم تسويقه له بإما عبر قيادات أمنية وتقارير أمنية أو أنه هو اللي يختار أنه يصدق التقارير الأمنية هذه والتقارير المبنية على أخبار زائفة ومغالطات بخصوص وضعية فريقة جنوب الصحراء في تونس فإنه رئيس الجمهورية نفسه هو يقدم في المغالطات هو رأس الدولة هو المسؤول حتى على البروباجندا الحاصلة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أزمة فيفري 2023 كنا في تقريرنا حول تطور خطاب العنف والكراهية ونظرية المؤامرة حول أفريقة جنوب الصحراء في تونس أحكينا على الضوء الأخضر الذي أعطاه قيس سعيد بعد اجتماع مجلس الأمن القومي 21 فبراير 2023 وتطور خطاب العنف والبروباجندا حول الموضوع هذا كنا حتى ذكرنا بعض الأرقام نحكيه على بضع ألاف المشاهدات ولا بضع ألاف اللايكات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي على غيرار تيك توك وفيسبوك لكن بعد 21 فبراير 2023 نتحدث عن ملايين الفيديوهات ملايين المحتوى المظلل والمحتوى الذي يحتوي على معلومات مظلة وخطاب عمص وتحريض ضد أفريق جنوب الصحراء وضد حتى المجتمع المدني التونسي ولا الإعلام التونسي الذي يتحدث الحقيقة أو ينجم حتى يقول أنه خطاب رئيس الجمهورية هو خطاب عنصري نحن نتحدث في التقرير عن 82 مليون تعليق سلبي بين 21 فبراير و28 فبراير بعد اجتماع المجلس الأمن القومي فإنه رئيس الجمهورية لو يتحدث أو إن أراد فعلا مكافحة الأخبار الزائفة والتضليل والبروباقاندا فإنه يجب أن يبدأ بمنزله كلام مهم جدا سيد محمد ياسين الجلاصي أنتم هل أو كيف تنظرون بالأحرى إلى هذا التهديد الواضح من قبل الرئيس قيس سعيد ربما بتجريم أو حتى بحجب بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي نعم هو يعني بعد التحية ليك وللديوفك وللمشاهدين الكرام أعتقد أنه هناك تعامل انتهازي من قبل السلطة ومن قبل في الحقيقة كل الحكومات مع منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة فيسبوك التي هي أكثر انتشارا على الأقل في شمية أفريقيا ونرى كيف أن السلطة دائما ما تستعمل هذه المنصات من أجل الترويج لخطاباتها ولمواقفها وغيره وأيضا من أجل مهاجمة خصومها ومهاجمة كل من ينتقدها وفي نفس الوقت تضيق ذرعا بكل نقد لها وبكل فضح لممارساتها أو لبعض الممارسات الموجودة حقيقة على الأرض يعني حتى لو سلمنا بصحة كلام رئيس الجمهورية بوجود صور مفابركة لمهاجرين أفريقا جنوب الصحراء في تونس إلا أنه المشكل ليس هذا المشكل هو هناك حقيقة تعاطي سلبي عنصري مع المهاجرين في تونس ورأينا كيف تعرض العشرات منهم إلى الإهانة إلى الطرد إلى الضرب إلى حاملات التحريض والتهجير والعنف هذا يعني ليمكن لأحد أن ينكره أو يقول سيد جاسد ماذا ترون أن أهداف الرئيس حيث سعيد من خلال ذلك؟ يعني هذا الشيء موجود يعني القضية ليست فقط فيديوهات مفبركة أو مزورة وإنما يهدف الرئيس إلى ما هو أبعد من ذلك مثلا؟ يعني لو تركتني أكمل كنت سأجيب بالضبط على هذا فقلت ليست تلك المشكلة بل المشكلة أن هناك حقيقة إشكاليات واليوم السلطة ليست لديها الحلول لمواجهة هذه الإشكاليات أو لا تجد يعني الوقت أو لا تجد الإرادة الكافية لإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكاليات فتجد الحل الأسهل وهو التضييق ما معنى يعني فرض رقابة على محتويات الفيسبوك أو منصة التواصل الاجتماعي؟ هذا يعني مباشرة الحجب من سيحجب السلطة والحكومة والمصالح المكلفة بذلك؟ سنجد أنفسنا مرة أخرى أمام مشهد كونينا نراه قبل الثورة حجب بروفيلات أشخاص مؤثرين حجب بروفيلات أشخاص تنقض دائما السلطة أو تعري الحقائق أو تنشر الحقائق يعني هذا هو المقصود المقصود هو فرض رقابة مسبقة على منصة التواصل الاجتماعي يعني في الحقيقة لو توجهت الدولة التنسية إلى شركة فيسبوك وتعاملت معها حول خطاب الكراهية وخطاب التحريض وغيره هذا ممكن أن نصدقه ولكن في هذه الحالة لا نرى إلا نزوع نحو التضييق ونزوع نحو القمر أنا أقول أنه ليس كل ما ينشر في الفيسبوك أو غيره صحيح هذا أكيد ولكن على الدولة أن تكون لها الأريحية في قبول كل ما هو موجود وعليها أيضا أن يكون هناك مجهود جماعي يعني نحن في نقابة الصحافيين وعدد كبير من الصحافيين والمجتمع المدني كنا ضحية للعنف وضحية للهرسلة والهجومات على فيسبوك وتعاملت حياتنا إلى الخطر وغيره لم نقل يجب حجب هذه المواقع وحجب هذه البروفيليات الفكرة واضحة تماما سيد بوشنيبة لإيماننا أنها جرائم فردية يجب أن تصرف معها بطريقة فردية سيد بوشنيبة هنا القضية الموضوع ليس فيديوهات مفبركة موجودة بطبيعة الحال على فيسبوك وبقية وسائل التواصل الاجتماعي إنما الهدف هو التضييق يكاد كما تعرف وسائل التواصل الاجتماعي تكاد تكون للمتنفس الوحيد المتبقن التونسيين الآن الرئيس قيس سعيد يريد وضع يده عليها هنا المشكلة اسمح لي سيدي الكريم أن أقول لك أن المسألة من الناحية الفنية غير ممكنة ودول أعظم وأقوى واقتصاديا وتقدم تكنولوجيا أقوى من تونس لا تتمكن لن تتمكن من ذلك قد تتمكن دول وهنا مسألة الحجب يجب أن نتفق قبل كل شيء أن هناك طريقتين أن هناك طريقتين في التعاون معها الطريقة الأولى هي الحجب الكلي وبطبيعة الحال هذا تقنيا حسب ما يقول الخبراء ممكن ولكن الذي يفعله تفعله دول مثل الصين وكوريا الشمالية هذه تعتبر أن هذه المنصات منصات معادية لها وهي تسعى إلى تدمير الداخل الوطني الصيني أو الكوري أو غير ذلك وتعوضه بمنصات خاصة مثل تيك توك وغيرها هذا نوع الأول من الحجب ومسال الحجب الكلي ما نتحدث عنه في النقطة الثانية ما يسمى بحجب الجزئي المتعلق بحجب بعض المواقع مثلما كان الأستاذ الجلاسي يتحدث هنا أقول أن المسألة وإن كانت تقنيا ممكنة فهي واقعيا وعمليا غير ممكنة لأنه إن حجب مئة أو مئتين فإن هناك آلاف من البروفيلات إذن يقع إذن ابتكارها وعامليا من الناحية الواقعية غير ممكنة لذلك الحديث عن الحجب بقطع النظر عن نية رئيس الجمهورية كانت موجودة حقيقة أو غير موجودة المسألة لا ندخل في النيات ولكن حتى من الناحية العملية هي غير ممكنة نحن هنا نصل إلى نقطة مفصلية ماذا يجب علينا أن نتعامل وهنا تقاطع ما كان يقوله الأستاذ الجلاسي أنا أقول أن هذه المسأل يجب أن يتخذ فيها قرار إذن مزدوج القرار الأول فيه الجزء الأول أن المسألة مسألة الحرية مثل ما ذكرت في مدخلتي الأولى مسألة مبدئية وهي حرية يكفلها الدستور لا يمكن التخلي عن هذه الحرية وعن هذا الحق لكنها تتراجع الحرية في تونس في تراجع كبير خلال العامين الماضيين هذا يقوله الكل دعني أقول فكرتي أنا أتحدث عن موقف حركة الشعب ولذلك نحن عندما نرى مسألة تلمس هذه الحقوق الدستورية نحن نتكلم ونكون في رأس قائمة من يتكلم ولذلك قلت أن مسألة الثانية وهنا تقاطع مع الأستاذ الجلاسي هي مسائل إجرامية خاصة ودقيقة يجب أن نتعامل معها حالة بحالة وعندما تثبت هنا يجب أن نفعل القوانين ونجد قوانين تعاقب من يستعمل هذه المنصات استعمالا إذن إجراميا وتحاول زعزعة النظام وكذلك تستهدف أرواح مثل ما كان يقول الأستاذ الجلاسي أرواح الأشخاص مهما كانت وظيفتهم ومهما كانت مكانتهم لذلك المسألة مسألة قانونية صرف نتعامل فيها حالة بحالة ولكن لا يجب أن نتحدث عن حاجة بكل أي من كانت الظروف أرى السيدة زينة الماجر تهز برأسها غير موافقة على كلامك تفضلي سيدة الماجر لأن لو كان لرئيس قيس عيد نيت فعلا مكافحة التضليل والأخبار الزائفة وكل المحتوى السلبي الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي لرأينا أن تأثير المرسوم 54 كان في الاتجاهين يعني في اتجاه مناصري كما في اتجاه معارضي من صحفيين وسياسيين وغيره لكن اللي قاعدين نشوفوا فيه في تونس حاليا هو أنه المرسوم 54 وخاصة في فصله 24 اللي يتعلق بالأخبار الزائفة هو فقط مواجه للمعارضين والقضايا الموجودة المطروحة اليوم أمام المحاكمة التونسية هي خير دليل على هذا قيس عيد لانية له في مكافحة التضليل لأنه هو نفسه ومكينة الصفحات الفيسبوكية والمجموعات الفيسبوكية خدمته لسنوات وكانت لها الفضل الأول في سعود جيكا رئيس في 2019 المكينة هذه اليوم أو العصابات خلينا نقول المرتزقة التي كانت محيطة بقيس عيد من كل جهة اليوم نلقى فيها انقسامات صارت اليوم أنه فما عصابات تابعة لصفحات معينة مثل سايب صالح وأسدروبال نيوز التي كانت منخرطة في حملات كبيرة جدا في تشويه معارضي قيس عيد في فترة من الفترة خاصة بعد إجراءات 25 جولية وبعد عزل القضاة في سنة الفاردة كانت زادة منخرطة في تشويه نقابة الصحفيين في المجتمع المدني في أي حزب معارض هذا جزء من العصابات التي خدمت قيس عيد في فترة من الفترة إذن هذا أدعى يا سيد الماجري إذا كان الرئيس ومن معه كما تقولين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر البروباقاندا ومواقفهم إذن لماذا يحجبون هذه الوسائل؟ يعني طالما أنها سلاح بيدهم لأنه كما قلت لك هي صارت انقسامات مؤخرا في مديري هذه الصفحات أو في هذه العصابات وحاليا هناك ثلاث انقسامات كبرى وهذا ممكن حتى نشوفه في بعض البروفيليات الكبيرة الموجودة في أتدار من الخارج أو في تونس البعض منها يديرها مربما قيادة أمنية أو ما يسمى في تونس دبو لبني وهي مجموعة من الصفحات المسيندة لمسار 25 جوليا وللرئيس قيس سعيد ومهمتها الرئيسية تشويه المعارضين صارت انقسامات داخلية يبدو في وسط المديري الصفحات هذه وقيس سعيد ومكينته الداخلية يبدو ليست سعيدة بالانقسامات هذه هي فقط بذاعتكم ردت إليكم قيس سعيد نفس الناس اللي دعمتك في فترة من الفترات على مواقع التواصل الاجتماعي بتشويه معارضيك اليوم هي تشوه في موسيقى الفكرة واضحة تماما سيدا ماجرد في القيادة الأمنية والقيادة العسكرية وهذا قاعدين نشوفه فيه سيد الجلاصي بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية الذي خرج أمس فإن الرئيس قيس سعيد ذكر خلال لقائه بوزير الاتصالات موقف الاتحاد الأوروبي كما تعرف هناك قانون سيسري في الاتحاد الأوروبي ابتداء من الخامس والعشرين من شهر أغسطس آب المقبل وفيه تجريم أيضا وفيه سيتم تهديد بإيقاف بعض المنصات إذا نشرت خطاب كراهية هذا يحصل في الديمقراطيات العريقة في أوروبا فلماذا ممنوع على تونس أن تفعل الشيء نفسه والله لو طرح الأمر بهذا الشكل لكنا يعني ما فيش ولا إنسان عاقل يقول أنه فلنترك منصات التحريض على الكراهية وخطاب العنيف تعمل بحرية لا يعني هذه جرائم يعقب عليها القانون ولكن من تجربتنا مع السلطة ومع رئيس الجمهورية اليوم أنه ليس هذا هو الهدف الهدف هو التضييق أكثر ما يمكن على هوامش الحرية يعني رأينا مثلا المرسوم 54 الذي كانت تتحدث عنه الصديقة زينة الماجري هو مرسوم في أساسه لمحاربة الجرائم السيبرنية والجرائم الإلكترونية اليوم كل القضايا التي حكم بموجبها أشخاص وفق المرسوم 54 سيء الذكر هي قضايا حرية رأي وتعبير إما الصحفي كتب مقالا أو عبر عن رأي أو نشط سياسي قال موقفا أو مدون شاب نشر صورة على فيسبوك صورة عادية يجد نفسه محال اليوم النية واضحة هناك توجه بدأ فعلا لمحاكمة الأراء ليست هناك أي نية لمحاكمة الخطاب العنيف والكرهية لأن أكثر ناس تقوم بالخطاب العنيف والكرهية وطريط حياة الناس إلى الخطر والتحريض على القتل هي صفحات موالية للسلطة هي صفحات تهجم كل منتقدي السلطة ليس فقط معارضها هي صفحات اليوم تهتك الأراض بشكل يومي ولم نرى أي تحرك من قبل القضاء رغم أنه هناك شكاوة رفعة ضدهم ولم نرى أي تحرك من وزارة تكنوليجية الاتصال ولم نرى أي تحرك من رئيسة الجمهورية هذا هو الحديث الذي يجب أن تحرك لديه هناك حرية مهددة اليوم هذه الانحرافات الخطيرة هذه مسألة لا نقاش فيها ولكن الذي يجب أن نتحدث فيه ويجب أن يتعقل فيه الجميع وخاصة السلطة وأن حرية التعبير والرأي لا يجب أن تكونها محل جدال ولا يجب أن تكونها محل النقاش هناك حرية مكسب حقيقي جاء بفضل ثورة التونسيين وبفضل دماء الشهداء ولا يمكن لأي شخص أن يلتف عنه في المقابل هناك انحرافات بالفضل الاجتماعي بشبكة التواصل الاجتماعي يجب التعاطي معها لا يجب أن نترك المجال للسلطة اليوم أن تحدد من يحرض على الأمن الوطني يمكن أن أقول اليوم أن الوزير فلاني أخطأ حينما قال يمكن لهذا الوزير أن يحيلني بأنني تأمرت على أمنه وأمن الدولة أو تأمرت على النظام العام هذا هو الخلق اليوم السلطة تستعمل كل الإمكانيات لديها قوانين وأجهزة وغيره من أجل تحويل كل الأفعال المشروعة التعبير والتنظم والمغارضة والتظاهر وغيره هي أفعال مشروعة تجرمها السلطة عن طريق هذه القوانين نعم سيد بوشنيبة أصلا كما ذكر السيد الجلاصي هناك المرسوم رقم 54 وبنان عليه حكم كثيرون من صحفيين وغيرهم بسبب ما يقول أنها انتهاكات تمس أمن الدولة إذا نفذ الرئيس سعيد وعيدة وتهديدة ستزيد القائمة عندي قائمة هنا طويلة من الأسماء المستهدفة في تونس ستطول أكثر فأكثر وهذا يجب أن يقرع الأجراس لكل من يحرص على حريات التعبير وهي أهم مكسب للثورة التونسية نعم نعم بدءا أريد أن أشير للأستاذة زينة أقول لها عندما قلت أنها هزت برأسها رافضة أنا أقول أننا نتحدث بمنطق حركة الشعب هكذا تنظر حركة الشعب إلى ما يجب أن تكون عليه الأمور وهكذا تنظر حركة الشعب إلى حرية التعبير وستظل حركة الشعب بهذا الشكل إذن تدافع لحرية التعبير أي من كان المستهدف في ذلك لذلك يعلم الأستاذ اللجلسي أننا وقفنا مع الصحفيين في كثير من المواقع بدءا من مسألة الصباح إلى مسألة شمس أفآم وغير ذلك من المواقع الإعلامية آتي إلى سؤالك سيدي وأقول نحن في حركة الشعب دعونا رئيس الجمهوري عندما قابلناه بشكل مباشر والآن ندعو في البرلمان وكذلك في بياناتنا دعونا إلى أن يكون هذه القوانين الزاجرة والقوانين الرادعة لكل استعمال مشوه للوسائل للاتصال الاجتماعي أن تكون عامة لكل من يفعل ذلك وأن لا تكون سلاحا موجها ضد طبقة ضد أخرى أو ضد طرف ضد آخر نحن نريد أن تكون هناك إذن تسوي حقيقية وأن يكون هناك عدالة حقيقية في استعمال القوانين وكذلك في استعمال الحقوق لا نريد أن تكون هذه القوانين موجهة توجيها خاصا لمصلحة طرف ضد طرف كما كنا نرى ذلك الأستاذ زينة ذكرت بعض المواقع التي تساند الرئيس أقول لها نسيت أن تذكري بعض المواقع التي كانت تؤيد الأحزاب التي كانت تحكم حركة النهضة ونداء تونس وغيرها والتي كانت تنتهج نفس النهج وكانت تستعمل نفس الوسائل لتشويه خصومها إذن نحن لا نقول هذا عن النهضة أو عن نداء تونس أو عن قيس سعيد بل نقوله بشكل مبدئي وعام نرفضه كل من يستعمل القانون لمصلحة الشخصة وأن يلوي عنق القوانين من أجل أن يستعملها لنيل مصالح خاصة أو مكاسب سياسية ضيقة بل نريد أن تكون حقوق عامة وكذلك واجبات عام شكرا لكل الضيوف محمد بوشنيبة القيادة في حركة الشعب محمد ياسين الجراسي نقيب الصحفيين التونسيين وزينة الماجري عضو منصة فالسو للتحقق من الأخبر وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا ترجمة نانسي قنقر